تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقيمة مساء أمس منافسات النسخة الثالثة من بطولة أقوى رجل بحريني التي ينظمها المكتب الإعلامي لسموه تحت شعار خلك وحش وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة توجيه سموه باستمرار لإقامة هذه البطولة ضمن المبادرات الداعمة للشباب والرياضة بمملكة البحرين حيث تشكل هذه البطولة فرصة حقيقية لتعزيز ما واصلت إليه البحرين من مكانة متقدمة على خارطة الرياضة العالمية كدولة حاضنة لمختلف الألعاب الرياضية وداعمة للرياضيين الممارسين لها واعتبر سموهن بطولة أقوى رجل بحريني فرصة للشباب المشارك من أجل إبراز قدراته وإمكانياته في مثل هذا النوع من الرياضات التي تعتمد على القوة واللياقة البدنية العالية والتي تساهم في صقل المهارات ورفع المستويات والجاهزية ليكونوا قادرين على تمثيل الوطني في مثل هذه البطولات على المستويين الإقليمي والقاري والدولي وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن هذه النسخة مغايرة عن النسختين الماضيتين حيث شهدت إقامة منافسات الوزن الخفيف والمتوسط وكذلك إقامة تصفيات تأهيلية للمشاركين من مملكة البحرين في الوزن الثقيل لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في هذه المرحلة والذين تأهلوا للمشاركة في بطولة أقوى رجل خليجي للوزن الثقيل والتي وجهنا أن تقام في شهر أبريل من هذا العام وأشهد سموه بالتفاعل المميز للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المساهمة في دعم إقامة النسخة الثالثة من بطولة أقوى رجل بحريني مؤكدا سموه أن لهذا الدعم دلالات واضحة على حرص تلك الجهات في تحقيق الشراكة المجتمعية لدعم قطاع الشباب والرياضة بما ينعكس إجابا على تطوير وارتقاء هذا القطاع الحيوي وختم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بشكر جميع الجهات الحكومية والشركات المساهمة وجميع وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية على دعمها لإقامة هذا الحدث هذا وشهد سموه منافسات النسخة الثالثة لمطولة أقوى رجل بحريني بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية ووزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية محمد حسن النصف ومعلي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي ورئيس الاتحاد البحريني للجامعات سعادة الدكتور الشيخ سقر بن سلمان آل خليفة ورئيس الاتحاد البحريني للألعاب القتالية السيد محمد علي قنبر وعدد من المسؤولين في قطاع الشباب والرياضة كما وتوجه سموه الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقات الوزن الخفيق والمتوسط والوزن الثقيل بطولة أقوى رجل بحريني هي أحدى مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي تجسد حرص واهتمام سموه على مواصلة رعايته ودعمها للعاب الرياضية وسط أجواء مليئة بالمنافسة الحقيقية والإثارة والتشويق والذي يخدم تطور مستوياتهم ودفع عجلة التقدم بالرياضة في المملكة في رسالة تحمل في طياتها استثمار الطاقات والمواهب بما يلبي طموحات لخدمة المجتمع أحد أهداف المجلس الأعلى للشباب الرياضة اللي تم وضعها من سنة ونص تقريباً هو الارتقاء بالشطة الشبابية والرياضية في البحرين حتى نصل لعاصمة الشباب الرياضة طبعاً مثل ما شفنا العام ومثل ما شفنا السنة اسمو الشيخ خالد بن حمد تبنى هذه المشروع ومثل ما شفنا يعني احنا ما شاء الله عليهم من نجاح لنجاح فهذه الفعالية مهمة جداً نحن بالنسبة لنا ولأنها امتداداً لنجاحات التي حققتها بطولة أقوى رجل بحريني في النسختين الماضيتين أتت فكرة بطولة أقوى رجل خليجي والتي جسدت الأهداف التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والتي ارتكزت على ثلاث محاور وهي التحدي والقوة والمنافسة بالنسبة لحضوري أول شيء أحب بشكر الشيخ خالد بن حمد على مبادرته الجميلة هذه لعبة جميلة ما كانت عدنا في الخليج أسسها من قبل سنتين 2018-2017 إلى البحرين والآن عممها على الخليج كامل فهذا شيء طيب يعطينا احنا الرياضيين بشكل عام الدخول في هذا المجال طبعاً الفعالية أنا بكلمتش من وجهة ناظرك هي أسناد طبي الحمدلله كان عندنا كنترول كلش قوي قدرنا ان احنا نرتب كل شيء بالنسبة حق اللاعبين بقبل وخلال وبعد البطولة طبعاً سوينا فحص طبي شامل وكمل قبل البطولة اللي هو قبله بيوم يوم أمس وخلال البطولة لو في أي أصابة حصلت واللاعب موجود قاعد يأدي لعبته أو قبل خلال الإحماق أو بعد احنا نستلم هنا كفريق أول حالياً في النسخة الثالثة من بطولة أقوى رجل بحريني هي تعتبر استمرار للنجاحات اللي هو النسخة الأولى والنسخة الثانية من البطولة هالسنة يعني نفس ما نشوف تجهيزات طبعاً وايد أفضل من اللي هو النسختين اللي فاتوا حكم اللي هو المكان اللي خدمنا اللي هو نحن بجانب مجمع الأفنيوز حضور جماهير كثير اللي جان المنظمة طبعاً ما شاء الله كل لجنة قايمة بدورها واكثر والهدف من هاي البطولة نفس ما تفضله اللي هو أخوان الرسالي جان أنه زيادة المنافسة والوعي لدى الشباب البحريني بأهمية الرياضة وقد حرص سموه على استكمال هذه النجاحات بإطلاق نسخة مغايرة في هذا الموسم لتكون أكثر شمولية من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة إخواننا الخليجيين في هذه البطولة بما يعكس رؤية سموه في استغلال الرياضة لدعم الشباب البحريني والخليجي النسخة الثالثة اللي أنا اليوم حين أنا حاضر فيها واللي حققت فيها المركز الأول أشكر ربي سبحانه وتعالى طبعا أول ما هذا الشيء قبل لألعب أول لعبة سلمت على سمو الشيخ خالد بن حمد وهذا الشيء وعطاني دافع وعطاني قال لي كلمة ما بقولها بس حققتها له ويستاهل أكثر من شيء فالحمد لله تأهلت لها بطولة أخرج الخليجي وإن شاء الله نبيضها ونرفع عالم البحرين وما نخيب ظنهم إن شاء الله الجهود مستمرة في دعم مكانة مملكة البحرين كدولة حاضنة لمختلف الألعاب الرياضية والذي يزيد مرصيدها على المستوى العالمي في إنها إحدى الدول المتطورة في المجال الرياضي بفضل ما تشهده الرياضة من رعاية ودعم متواصلين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والذي انعكس بصورة إيجابية على تطوير الرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر